مشاهدين الأعزاء أهلاً وسهلاً بحضراتكم معنا في لقاء جديد لبيت للكل الحقيقة الحديث اليوم ليس جديداً الحديث نتحدث فيه منذ أكثر من تسعة شهور نحن نتحدث عن ما يحدث في قطاع غزة هذا الاجتياح الحرب الإبادة يعني كل ما نشاهده على مر شهور طويلة كنا نأمل في البدايات أن تنتهي هذه الحرب وأن سرخات العالم وأن اهتمام العالم وأن العالم الذي بين قصين يهتم بالإنسانية أن ينظر نظرة حق إلى ما يحدث في فلسطين ولكن الإجابة الحقيقة بما أننا ما زلنا نجوب بين كل القمم وكل المنتديات وكل يعني التصريحات التي تدين هذا الاحتلال الغاشم حتى اللحظة لم ينتهي هذا الاحتلال يمكن الأرقام تتزايد ويمكن المذابح تتنوع في وجهة نظره ويمكن أيضا القتل والإبادة خاصة للأطفال والنساء تتزايد يوم بعد يوم أعتقد أن حصيلة هذه الحرب دفعت تمنها الأبرياء من الشعب الفلسطيني حقيقة نقدمها ونوثق لها دائما في حلقات كثيرة في بيت للكل والحقيقة الأكتر أننا مكملين لحد هذا الزوال لهذا الاحتلال مساء الخير يا لأ مساء النور شافكي وفعلا الكلام اللي حكيتيه هو كلام مؤثر اللي بيصير في غزة شيء لا يتصوره العقل البشري واللي بيصير في غزة هو انتهاك لكافة الأعراف الإنسانية وحقوق الإنسان وحقوق الطفل أوروبا التي تتغنى دائما بالديمقراطية والتي نتوهم دائما بأن الحضارة الغربية هي حضارة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وحقوق الفرد في غزة وما يحدث في غزة من الواضح جدا بأن الغرب هو أنوار كاذبة وأنوار دائما تسطع دائما فيما يتعلق بمصالحها وأهدافها وبالتالي عند حقوق الغير وعند حقوق المواطن العربي وحق الشعب الفلسطيني في الحياة أوروبا لا تعترف أبدا والدول الغربية المساندة أيضا لا الاحتلال الإسرائيلي لا تعترف بأي شيء من المواثيق الدولية وبين الأعراف الدولية حقوق الإنسان وحقوق الطفل التي تصدرت أمام العالم أجمع وقالت نحن من وقعنا اتفاقية وأصدرنا اتفاقية حقوق الإنسان والطفل لا احترام لأي شيء يتعلق بالإنسان والإنسان هذه هي إسرائيل وأما بالنسبة للرعية أمريكا الداعمة لما يحدث فمن يستفيد من الباطل لا يمكن له أن ينطق بكلمة حق هذه هي الواقع وهذا هو الحقيق أكيد أنا باتفق معاك جدا تسوري لانا أن حتى الإعلام العمل الصحفي اللي هو موثق له من قبل كل الهيئات العالمية إنه الإعلام والصحافة لابد من السماح لها أن تغطي أماكن الحرب ومحمية ومحمية وهناك تصريح وهناك حماية هناك لجنة من سنة 1992 هذه اللجنة تعمل على حماية الصحفيين والإعلاميين الذين يغطون أماكن الحرب يبدو أن هذه اللجنة كانت في مشكلة كبيرة لأنه حتى لم يكن هناك حماية وتوفي أكثر من 150 شهيد ممن يعملون في مجال الإعلام والصحافة فهي حرب غاشمة بكل القيم وبكل الإنسانية لا أكيد للأسف هذه هي إسرائيل أكيد هذه هي إسرائيل كما قالت زميلاتي العزيزة لنا خليني أروح معكم إلى الأردن لنتابع ونشاهد هذا التقرير من هناك نعم أنا باعتقادي هذا المؤتمر يأتي بوقت وظرف حساس جدا بسبب ظهور شبح المجاعة في غزة ويأتي هذا ضمن الجهود الأردنية المصرية مع الأمم المتحدة برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وأخي فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة هذا المؤتمر يأتي بعد أن استشعرت هذه الجهات المنظمة لهذا المؤتمر ضعف الاستجابة الإنسانية خصوصا بعد انتقاد المؤتمر الأول قبل عام وتبين أن هذه الجهود الإغاثية الإنسانية لم تعد كافية وأيضا إضافة إلى أن المجاعة انتشرت والأوبيع انتشرت وأيضا قضية المؤثرات الإنسانية التي افتقدت من غزة مثل المستشفيات والبنى التحتية الخاصة بالتعليم والخاصة بإقامة حياة كريمة مثل البلديات وغيرها أصبحت معدومة وبالتالي هذا المؤتمر جاء ضمن ثلاث لجان أساسية اللجنة الأولى معنية برفع مستوى الدعم الإنساني وحشد الدول والمنظمات الدولية لمزيد من الدعم ثم اللجنة الثانية أتت لقضية إزالة المعيقات والتحديات وإلى إيصال هذه المساعدات إلى الأشقاء في غزة أما اللجنة الثالثة فهي معنية بقضية التعافي وهي متعلقة بقضية وقف إطلاق النار لأنه لا يمكن أن يكون هناك تعافي وإعادة بناء للبنى التحتية والمؤسسات المعنية بالحياة الكريمة للإنسان الفلسطيني ما لم توقف يتم وقف إطلاق النار نعم أنا باعتقد أن الأردن ومصر لهم خصوصية حساسة جدا لأن أي قضية تهجير ستؤثر على الأمن القوم المصري وأيضا أي قضية تهجير في منظفة الغربية ستؤثر على الأمن القوم الأردني وبالتالي تنسيق أقرب تنسيق مشترك هو بين الأردن ومصر لما لهم من قواسم مشتركة مع الأمن القوم الفلسطيني وكذلك إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزران لعام 1967 والتي ستفي بمتطلبات الحياة الكريمة للشعب الفلسطيني وأيضا تؤمن الأمن القوم الفلسطيني ومن ثم ينعكس على الأمن القوم الأردني والمصري نجد هناك التنسيق والزيارات المتبادلة بين جلالة الملك وأخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما هي مستمرة وأن الموقف موحد تجاه هذه القضية وهذا التعاون بين الدولتين يشكل نواة للدول العربية الأخرى مع وجود جامعة الدول العربية لكن تأثر البلدين المحاددين لفلسطين يفرض عليهم واجبات سياسية ودبلوماسية وإغاثية وأيضا أمنية وعسكرية شديدة جدا لذلك هي من الدول التي دائما أو أبدا تضع القضية الفلسطينية في جوهر السياسة الخارجية لكلاء البلدين وبالتالي نجد أن المبادرات الأردنية والمصرية دائما هي مشتركة وإن كانت تكون بشكل فردي أيضا هي تصب في مصلحة تثبيت الأشقاء في أرضهم في فلسطين وتدعم حل الدولتين وأنه لا يمكن يكون أمن واستقرار في هذه المنطقة ما لم تحل القضية الفلسطينية على أساس مقررات الأمم المتحدة ومجلس الأمن يعني هناك أكثر من 130 قرار يصب في مصلحة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة هناك قرارات تصب في حق اللاجئين بالعودة والأردن ومصر دائما وأبدا يعملان على أساس تأكيد هذه الحقوق والدفع بحل الدولتين لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة نعم أنا باعتقاد الحضور الكبير جدا أو المشاركة من لدن رؤساء الدول ورؤساء الوزراء وأيضا ممثلي الدول والمنظمات الدولية تدلل على أن هناك دور ريادي وقيادي للأردن مع الشقيقة الكبرى مصر مع الأمم المتحدة وهذا المؤتمر الذي جاء بهذا الحجم من المشاركة الدولية يدلل على أولا أبعاد سياسية بأن هناك قضية يجب أن تحل عبر طاولة المفاوضات وأن تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة النقطة الثانية أنه لا يمكن أن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة ما لم تقام دولة فلسطينية النقطة الثالثة الألاء وهي محاربة شبح المجاعة وأيضا إيقاف الجرائم ضد الإنسانية التي تحدثت عن الصحف العالمية والمنظمات الدولية بما فيها منظمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية إضافة إلى الدور الريادي للأمين العام جوتيرس والذي نعت من قبل دولة الاحتلال بأنه معادل الإسلامية إذا كانت منظمات الأمم المتحدة هي معادل الإسلامية فما بقي بالعالم من يعادل الإسلامية نحن كعرب ومسلمين وإنسانية جمعاء لا نعادل اليهود وإنما نعادل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية فقط وبالتالي هذا المؤتمر جاء ليؤكد على إنسانية الشعب الفلسطيني وأن إنسان الشعب الفلسطيني هو مساوي وموازي لباقي شعوب الأرض وأن تبتعد هذه الدول الغربية عن الازدواجية والكيل بمكيالين رأينا كيف تعاملت مع مواطني أوكرانيا يجب عليها أن تتعامل لتعزيز قضية القيم الإنسانية المشتركة والقيم الأخلاقية التي يدعيها الغرب بأن الإنسان له حقوق وأسمى حق في هذا هو حق الحياة الذي أهدر في غزة عندما نتحدث عن غزة مشاهدينا بعد هذه الأشهر الطويلة الدموية كنا نعتقد في بداية غزة أنها أسابيع أو شهر وتنتهي لكن يبدو أن المشهد الآن الدموي بات مشهد مؤلم ومؤرق بكل دقيقة تمر على مسامعنا ومشاهدنا فيما يحدث لأهلنا في غزة سؤال العريض اللي بيطرح نفسه غزة إلى أين وغزة إلى متى لذلك اسمحونا أن نرحب أيضا بضيف برنامج بيت لألكل الخبير في العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية الأستاذ أحمد سيد أحمد أستاذ أحمد غزة إلى متى وإلى أين أهلا بيك لأنا وأهلا بيك شافك في الواقع لأنا هذا سؤال صعب وسؤال كبير وعميق لأن على خلاف ربما ما شاهدناه من جولات يعني مواجهات ما بين القامة الفلسطينية وقوات الاحتلال على مدار ربما العقد والعقدين الماضيين هذه الجولة وهذه الأكثر دموية والأكثر إلاما حقيقة يعني بلغة الأرقام يعني حصات ثمانية أشهر أكثر من مئة وعشرين ألف ضحية ما بين يعني سبعة وثلاثين ألف تم تسجيلهم من النساء والأطفال معظمهم وهناك عشرات الألاف تحت الأنقاض لأن أنا في اعتقادي الأسوأ يعني لم يظهر بعد ولم يتكشف ما يحدث على الأرض الواقع تم تدمير ثمانين في المية أو خمسة وتمانين في المية أو تسعين في المية من مباني قطاع غزة لم تعود غزة كما غزة يعني غزة ما قبل سبع أكتوبر تختلف تماما عن غزة ما بعد سبع أكتوبر إسرائيل استغلت للأسف يعني عملية الطفال الأقصى كزريعة حقيقة لإعمال قلة القتل الجماعي لإعمال قلة التدمير الشامل رفعت شعرات ثلاثة القضاء على المقاومة تحليل الأسرة منعية هديد من غزة هذه شعرات ظهرية لكن الهداف الحقيقية كانت أكبر وأسوأ ومنهجة في محاولة تصفية القضية الفلسطينية وهذا ما رأيناه على الثمانية أشهر المستمرة أولا من استخدام كل أنواع القتل والسلاح المحزور وحتى الفسفور الأبيض وكلها أسلاح أمريكي يعني الخبراء العسكريين دايما يقولون لم يحدث في حرب غزة هذه لم نشدها في كل الحروب حتى الحرب العالمية الثانية أولا من حيث عدد الأطفال طم قتلوا بدمين بارد حقيقة أكثر من خمستاشر ألف طفل لم تحدث في حرب قبل ذلك أيضا حجم هذه الضمار الشامل في بقعة لا تزيد عن تلتمية خمسة وستين كيلو متر مربع والحرب داخل الأماكن السكنية ليست هناك جبهات عسكرية كما نرى في الحروب منفصلة ولكن الحرب تدور في المباني رأينا المزابح سواء من شمال قطاع غزة بيت حنون بيت لهيا ثم بعد ذلك رأينا في جبالية وعندما يتم قط المئات في لحظات بكل أسلحة الـ F-16 والأسلحة المتقدمة أمريكيا كل هذا بيعني ماذا؟ أن إسرائيل استغلت هذا الأمر لمعاني القتل الجماعة في الفلسطينيين ودعم هذا للأسف بمقالات دينية غير حقيقية في قط الأغيار وقتلهم بهذه الصورة لكن أكثر حقيقة لنا هو الموقف الغربي الذي كان صامتا بل مبررا لما تكون به إسرائيل عندما نجد الغرب الذي انتفض مع أوكرانيا واستقبل اللاجئين أوكران وانتفض عسكريا وقدم أكثر من 180 مليار دولار من المساعدة العسكرية لأوكرانيا فقط الهدف السياسية تتعلق باستنزاف روسيا وإفشالها في أوكرانيا وتضحية حتى هي السراع قوة كمان يعني مهدون كان فيه سراع قوة وكانوا ينصرون الضعيف من وجهة نظارهم وهي أوكرانيا ولكن عندما انقلب الحال ورأوا ما في غزة بالعكس كانوا ينصرون إسرائيل ومازالوا حتى اللحظة نستأذنكم في فاصل ثم نعود ونستكمل معكم هذه الحلقة التي نلقي فيها الضوء على شهور طويلة في الحرب على غزة مشاهدينا طبعا في ظل الظروف اللي بتمر فيها الشقيقة والحبيبة فلسطين لذلك غاب خميس زميلنا العزيز في بيت للكل عن الحضور إلى القاهرة بسبب الظروف اللي ببروا فيها لكن فلسطين حاضرة وان غابت ببعد المسافات لذلك خلينا نشاهد التقرير وزميلنا خميس من فلسطين الذي يتحدث عن الأشهر التي مرت من المعاناة والمجزرة البشرية في غزة أهلا بكم مشاهدي بيت للكل ماذا بعد هذه الأشهر الطويلة من العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا المجازر وحرب الإبادة التجويع والتعطيش عشرات القمام والمؤتمرات تحركة الجنائية الدولية محكمة العدل الدولية مجلس الأمن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحركت الشعوب في الكرة الأرضية تضامنا مع الشعب الفلسطيني رافضة للعدوان ومطالبة بوقفه ولكن حتى هذه اللحظة ما زال العدوان مستمرا وما زالت إسرائيل الدولة التي تصنف بأنها دولة مارقة لا تلتزم بالقانون الدولي ترتكب المجزرة والتلوى الأخرى والكارثة الإنسانية والمأساة الإنسانية في قطاع غزة تتعمق يوما تلوى الآخر سعدني أن أرحب بضيفي في الأستوديو الدكتور أمجد أبو العز أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية دكتور أهلا مرحبا بك معنا في بيت للكل وسؤال مباشرة ماذا بعد إسرائيل لا تقيم وزنا للقانون الدولي للجنائية الدولية للعدل الدولية يعني بالتالي تنفذ كل المخططات التي بين مزوجين كانت حبيسة الأدراج في استهداف الشعب الفلسطيني ومقدراته وفقط قتل الإنسان الفلسطيني هو العمل المطروح على الطاولة الآن يعني لا شك خميس إسرائيل حاولت استغل ما حدث من السابع من أكتوبر كوسيلة كما أشرت في مقدمتك لإخراج عدد من الملفات التي كانت غير قادرة على تحقيقها على مدار العشرين عاما الماضية وخاصة قضية التهجير فبالتالي استغلت السابع من أكتوبر لفرض سياسات ويعادة الخارطة السياسية للقضية الفلسطينية ليس فقط الخارطة السياسية ولكن الديمغرافية الاقتصادية السياسية الاعترافات الدولية أيضا بالنسبة لقطاع غزة بالنسبة لقطاع غزة إسرائيل تنظر إلى هذا المكان الجغرافي السكاني من ناحية أمنية بالدرجة الأولى من ناحية خطر أمني استراتيجي تراه ولكن تختلف نظرتها عن الضفة الغربية الضفة الغربية لا شك أن هناك خطر بالنسبة لإسرائيل تعتبره بالنسبة لها حتى المقاومة الفلسطينية حتى تعتبر في بعض المدارس الفكرية في إسرائيل وبعض القادة الإسرائيليين على رأسهم نتنياهو حتى سمو تريدشي يعتبر حتى وجود السلطة الفلسطينية هو خطر بالنسبة له خطر وجودي تعتبر الآن خاصة بعد السبع من أكتوبر وبالتالي استغلت هذا الحدث أول شيء لتثبيت سياسة التهجير ودفع أهلنا في قطاع غزة إلى الهروب أو النزوح إلى سيناء وغيرها من مناطق ولكن فكشلت صمود أهلنا في قطاع غزة المواقف الإقليمية الموقف مصر موقف الأردن وصمود المواطنين هذا أفشل هذا المخطط باعتراف إسرائيلي أنه فشلنا في تهجير الشعب الفلسطيني خارج لأنه كما قلت بالنسبة لهما هذا امتداد جغرافي طويل مع حدود مع غلاف غزة بالإضافة لها كثافة سكانية مع عدم القدر على التحكم في الحدود فبالتالي كان هذا ردة الفعل التي أيضا اعتبرت حتى من قبل الأمم المتحدة ومن كثير من الدول هي ردة فعل لا تتناسب ما حصل كما قال بعض أستاذ الأوروبيين هذا يعني يؤدي أيضا إلى سياسة ما يسمى سياسة ردة الفعل المدفوعة بالانتقام يعني جميعا لما يحدث هو محاولة للانتقام بالإضافة إلى ذلك كما قلت تثبيت على أرض الواقع من خلال إعادة النظر في العودة إلى قطاع غزة ولكن دكتور في وجهة نظر تقول أنه تجاوز مرحلة الانتقام إلى تنفيذ كل المقاططات التي كانت إسرائيل يعني بصدت تنفيذها في غزة وكذلك في أضافة الغربية هناك تقارير دولية اليوم تصدر من الأوروبيين بنك الدولي عن انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية انهيار الاقتصاد الفلسطيني بفعل الإجراءات الإسرائيلية خسرنا ما خسرناه من الإنسان المكون الأساسي على هذه البقعة الجغرافية المستدفعة خسرنا البنية التحتية ولكن إلى أين تمضي الأمور اليوم؟ العالم كله يتحرك وإسرائيل تنفذ تنفذ المخاطط تماماً هذه نتيجة الاستراتيجية التي تبعها نتنياهو إماطة الحرب إلى أقوى الوقت لأنه وجوده مرتبط بوجود حروب وجوده بوجود أزمات لأنه يستخدم القضية الفلسطينية يستخدم غزة يستخدم الضفة الغربية يستخدم حتى التهديد الإيراني كوسيلة لتجميع الأصوات ودغدغت مشاعر المواطن الإسرائيلي في القضايا الأمنية وبدأت وبالتالي الآن الأمور تسير لأنه مأزيد من التصعيد خاصة مع نتنياهو وخروج الحكماء أو العقلاء كما يسموهم في الصحافة الدولية اللي هو بيني جانس اللي كان يعتبر من العقلاء كما يعني يسمونهم وبالتالي نتنياهو سيتفرد بالحرب سيتفرد أيضا بكل القرارات وأنا متوقع أن سيكون هناك تصعيد أكثر خلال الفترة المقبلة مدام موجود هناك على رأس الهرم مجموعة من السياسيين الإسرائيليين المتطرفين اللي تجمحهم المصلحة الأولى اللي هو تثبيت حكمهم تثبيت السلطتهم وبالتالي من أجل بقاء في السلطة وعدم خسارتهم لمقاعدهم وكأن المشهد في إسرائيل هناك حالة تفكك واضحة بين كل المكونات السياسية إلا ماذا يؤشر ذلك خلال الأيام المقبلة الفترة القادمة بخصوص موضوع الحرب استمرارها أو وقفها وهذا أيضا مرتبط بقضية الجبهة الشمالية تماما شوف خميس فيه ثلاث عوامل تحدد العلاقة الآن مستقبل الحرب أولا الجبهة الداخلية الإسرائيلية الجبهة الداخلية الإسرائيلية منقسمة بشكل كبير جدا وهذه لأول مرة يعني درجة أنه نتنياهو يطلع على تلفزيون ويقول أنه يذكر كلمة أنه لا نريد حرب أهلية هذا مؤشر في تحليل المضمون أن هناك مخاوف لديه وخرجت من خلال هذه التصريحات أنه ستصل المستويات الخلافات إلى ممكن أن تكون حرب أهلية الأمر الآخر هناك حالة من إنشيقات ما بين المستوى السياسي والمستوى العسكري يعني حينما يخرج أيضا ويهاجم الجيش ويقول أن هذه دولة لديها جيش وليست جيش لديها دولة هذا مؤشر لأن هناك أيضا انشقاقات في الجانب السياسي والعسكري في إسرائيل وأن الذهاب إلى هدنة بدون الرجوع إلى المستوى السياسي هذا أيضا مؤشر خطير بالنسبة للحكومة الإسرائيلية أن هناك نوع من التمرد ونوع من الانشقاق العسكري تجاه ما يحدث في قطاع غزة أم باعتقادي الجيش يتصرف كأن الحرب انتهت يعني كانت قضية رفح وكانت الدعم العسكري من القيضية العسكرية أن الدخول إلى رفح الآن بعد الدخول إلى رفح نتحدث حوالي أكثر من أربعين يوم إلى رفح ولم يتحقق شيء حسب بشهادة أحد الجنرات العسكر اليوم الإسرائيليين قال لم نحقق شيء ما زالت المقاومة الفلسطينية موجودة لم نستطع يعني حتى عمل مقارنة من سلوبه للدفع باتجاه المفاوضات قال أنه خلال المفاوضات أطلقنا مئة وخمسة يعني أسير ولكن خلال العمليات العسكرية أطلقنا سبعة فقط وبالتالي بالنسبة لإسرائيل الآن هذه الهدنة بدون رجوع إلى المستوى السياسي وصول جانس ودخوله إلى المظاهرات وخطبته مهاجمة وزير الداخلية السابق للنتنياهو حتى دخول ابن نتنياهو على الخط ومهاجمته للجيش واتهامه بالخيانة هذه مؤشرات كبيرة في دولة تعتبر نفسها دولة قانون وهناك فصل ما بين السلطات وهناك مؤسسة عسكرية تخضع إلى المستوى السياسي وبالتالي أنا باعتقاد الانشقاقات ستزداد أكثر حاولت إسرائيل على مدار سبعة أشهر إخفاء هذه الانشقاقات ولكنها لم تستطع وبدأت الخروج إلى السطح نتحدث عن سبعين ألف نازح إسرائيلي من الشمال موجودين بالفنادق نتحدث عن سبعين ألف إلى ثمانين ألف معاق في الجيش الإسرائيلي منهم بعد السبع من أكتوبر ثمانة آلاف نتحدث عن البنية الاقتصادية البنية السياسية نتحدث أيضا عن قضية تشريع وعفاء الحرديم من الخدمة هذه كلها انشقاقات فكرية في المجتمع الإسرائيلي ستكون لها ارتدادات بالمستقبل وفي اليوم الأول التي تضع الحرب أو زارها اليوم التالي نعم اليوم التالي ستكون هناك خلافات أعمق وأكبر طيب دعنا نتحدث أيضا فيما يتعلق بالجانب القانوني أو التحرك على المستويات القانونية الجنائية الدولية محكمة العدد الدولية في لاهاي مجلس الأمن الجمعية العامة هذا لم يحدث من قبل وأصبح أيضا مهددا لدولة الاحتلال ولم تجر إلى المحاكم بهذه الطريقة من قبل الدكتور ولكن لم يكن رادعا لها بشكل أو بآخر في أن توقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني نعلم جميعا أن الحماية الأمريكية الفيتو الأمريكي موجود والدعم اللامحدود على كل الصواد السياسية والقانونية وكذلك العسكرية بايدن في ما طرحه من خطة كان واضحا بأن الولايات المتحدة تتجه إلى الدعوة لإنهاء هذا العدوان وهذه الحرب ولكنها لم تنتهي لهذا فقط مجرد صريحات إعلامية فقط للرأي العام الدولي أم بالفعل الولايات المتحدة ملت من هذه القضية وتريد أن تنشغل بهمومها الداخلية المتعلقة بالانتخابات وأمور أخرى خلينا أرجع بآخر فقرة أن هل الولايات المتحدة الأمريكية ملت من القضية الفلسطينية ومن أيضا من التعنت الإسرائيلي يعني خميس قبل السابع من أكتوبر كانت الولايات المتحدة الأمريكية تركز على الصين تحاول إيجاد تحت معادلات إقليمية في المنطقة الشرق الأوسط تقودها إسرائيل وإعطاء إسرائيل القوة والصلاحيات لتعامل مع هذه القضية ولكن السابع من أكتوبر دفع الولايات المتحدة الأمريكية للعودة مجددا إلى منطقة الشرق الأوسط نلاحظ انخراط أمريكا في الحرب مشاركة قوات أمريكية كما تقول الصحافة البريطانية بالمفاوضات بالمعلومات بكل شيء يعني حتى يعني وجود نتحدث عن ثمان زيارات لوزير خارجية أمريكا نتحدث الآن مبعوث الشخصي لبايدن بلبنان هذه عوامل السابع من أكتوبر دفع الولايات المتحدة الأمريكية للعودة مرة أخرى إلى منطقة الشرق الأوسط واللعب دور لأنها هناك تحالفات إقليمية هناك محاور إقليمية الولايات المتحدة الأمريكية جزء منها وتريد تثبيتها أنا باعتقاد الولايات المتحدة الأمريكية تحاول الآن إنقاذ إسرائيل من سياسيينها من سياساتها من تداعيات القانونية النتنياهو والحكومة الإسرائيلية ما زال يتعاملون كأنهم قبل السابع من أكتوبر الخارطة السياسية اختلفت كانوا يتصرفون كأنها دولة فوق القانون ولكن ما حدث في غزة من جرائم وضعت الولايات المتحدة الأمريكية والمؤسسات الدولية والكل في موقف محرج في موقف يعني إما نختار كما قال أحد المسؤولين الأوروبيين إما نختار السياسات الإسرائيلية والدعم القتل وما يحدث وإما نختار المحافظة والدفاع عن قيمنا الإنسانية اللي إحنا بندرسها في مؤسساتنا وفي دستيرنا وفي جامعاتنا وبالتالي التصرفات الإسرائيلية دفعت المجتمع الدولي إما الاختيار ويعني في وضع محرج وبالتالي بايدن لديه رسائل للأسف يعني رسائل لناخبه العرب ورسائل لناخبه اليهود الموجودين بالولايات المتحدة الأمريكية لديه أيضا مصالح استراتيجية للوقوف ضد التمدد الصيني والروسي والإيراني في المنطقة وبالإضافة لذلك أيضا هناك اتفاقيات دولية وهناك تداعيات الأسلحة الأمريكية التي تستخدم بقتل فلسطينيين عدم الضغط عدم إدخال المساعدات الكل يعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقود هذه الحرب من خلال إعطاء نتنياهو الوقت الكافي لتحقيق وأكبر مثال على ذلك خطاب نتنياهو بالأمس قال واستحضر كلام تشرشيل في الحرب العالمية الثانية مع الولايات المتحدة الأمريكية نعطينا الوقت والأدوات وسننهي العمل وبالتالي هذه أكبر إدانة للولايات المتحدة الأمريكية على لسان نتنياهو الوقت لم ينتهي إذن المنوح من أمريكا لإسرائيل لن ينتهي الحرب ستستمر في ما دام نتنياهو في السلطة ما دامت الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن المصالح استراتيجية الأمنية لم تتحقق وبالتالي أنا باعتقادي هذه ولكن لو سألتني سؤال من الخاسر الأكبر من السابع من أكتب سأقول لك إسرائيل لثلاث أسباب السبب الأول هو عودة إسرائيل إلى قطاع غزة إسرائيل خرجت من المعادلة من غزة بشكل أحادي بدون التنصيق عودة مرة أخرى هذا خطر بالنسبة لإسرائيل الثانيين خضية التصعيد يعني القوة التصعيدية الخميس كانت بالسابق قبل السابع من أكتوبر إذا أطلق صاروخ من أي منطقة باتجاه إسرائيل إسرائيل ترد بمئات الصواريخ الآن فقدت هذه القوة والثالثة سمعت إسرائيل خسرت سمعتها الدولية والعودة إلى سؤالك المجتمع الدولي للمحكمة معتمة الجنايات لم تكن في التاريخ أن يجر رئيس وزراء أن تتهم إسرائيل بهذه إلا لأن المجتمع الدولي لم يعد قادرا على تحمل ما يحدث بقطاع غزة أشكرك جزيلا شكرا دكتور أمجد أبو العز أو سادة العلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية على المشاركة معنا في بيت للكل شكرا جزيلا خلينا يعني نفتح كده الخريطة وننظر إلى هذه الحرب يعني بعين السياسة هذه الحرب اللي طالت شهرها ونحن في منتديات وقمم ومؤتمرات وأشياء كثيرة جدا كيف ترى هذه الحرب؟ ما هي أهم النقاط؟ ما هي المراحل اللي يعني كانت على مدى هذه الشهور؟ خلينا شافكي ننظر لها بالأكتر من زاوية يعني متعلق بالثمانية أشهر طول الحرب هو من ناحية بيكشف فشل إسرائيل ورغم الضمار الكامل والشامل والقصف فشل في تحققها أهداف في مقابل بيظهر نجاح الفلسطينيين في هذا الصمود بسيطة كانت تعتقد أنها في خلال يعني أسبوع وسبوعين بكثير أشياء ستتحقق أهدافها وتنتهي وتقضيها على المخططات وبالتالي هذا وحتى الآن هدف كل إسرائيل حتى المعلنة لم تتحقق سواء في تحرير الأسرة أكتر مئة وعشرين رهينا بتحققهم ربما في السنة الأربعة الأخرين بعد ثمانية أشهر يتم تحرر أربعة وفي مقابل التضحية بألف شخص فلسطيني من الشهداء ومن المصابين أيضا إسرائيل فشلت في تنفيذ مخططاتها التي كانت تستهدفة في التهجير القصر بسبب الموقف المصري وأيضا الموقف الأردني الصلب والصامد للشعب الفلسطين وبالتالي طول الحرب هو أظهر رغم هذه الضمار ورغم عدم تكافؤ القوى ورغم عدم التماسل حتى في قوى العسكرية ورغم الدعم الأمريكي السياسي والعسكري ورغم الدعم السياسي ونتكلم عن هذا الأمر لكن على الأقل طول الحرب يظهر فشل إسرائيل وصمود الجانب الفلسطين هذه النقطة من الزواج الأخرى عندما نتكلم عن المواقف أو الهدف من الحرب يعني طول هذه الأمد إسرائيل تريد تصفية القضية الفلسطينية إنهاء ما يسمى مسألة غزة هذه الحقيقة المؤكدة على سمانية أشهر الماضية ليس فقط هي تتحجب بأنها تسعى تحرر الأسرة لأنها لو كانت تريد تحرر الأسرة بالفعل لكانها يمكن تحررها عن ترك المفاوضات يعني رأينا في هدنة 14 نوفمبر الماضي بعد الحرب بشار تم هدنة وتم تحرير أكثر من 80 أسرة إسرائيلي لدى الفصال الفلسطينية ومنطق الأمور يقول لو كانت إسرائيل تريد تحقق هذا الهدف لكانت استكملت في هذه المفاوضات ولكنها تعنتت ورفضت كل المبادرات وطبعا هنا دور المصر طبعا الذي كان له الدور البارس في تقديم المبادرات والرعاية بدعا طبعا من المملكة الأردنية في وقف نزيف الدم الفلسطيني ورعاية المفاوضات لكن كلها يعني تعثرت بسبب التعنط الإسرائيل وبالتالي على مدارة السمينات أشهر نقول إسرائيل رفعت شعارات لكن كان هدفها تصفير القدارة الفلسطينية ومحاولات تهاجير الفلسطينية إما قصرا وعندما وجدت موقف صلب من مصر والأردن بدأت تكلم عن هجرة طوعية ده دفع الدول الأوروبية الآن هناك حديث عن الغزيف البحر والميناء الأمريكي لتهاجير الفلسطينيين طوعا إلى دول الأوروبية يعني هذا المحالسة في غزة جاء بعد تم ضم القدس كعاصمة بديل إسرائيل وبالتالي فصل القدس عن الدول الفلسطينية ثم الآن تصفير غزة وفي التزامن تم إشعال الضفة الغربية يعني الأحتحامات اليومية ما يحدث في الضفة الغربية أيضا لا يقول من العدوان والشراسة الإسرائيلية عن غزة وفي نابلس في رمالة في جينين هي تريد تقطع كل أوصال ما يسمى الدولة الفلسطينية مشروع الدولة الفلسطينية هذا على مدار الثمانية أشر إذا نظرنا أيضا للحصاد أو هذه الشهور الثمانية من زاوية الدور للموقف الدول خاصة الموقف الأمريكي الموقف الأمريكي هو كان جزء من المشكلة وليس جزء من الحل لأن أمريكا وفرت المظلة الحماية لإسرائيل طبعا لضافة الدعم العسكري والدعم السياسي الدعم الاقتصادي وضافة الدعم القانوني في الأمم المتحدة في مجلس الأمن طالبها حتى بواقف الحرب وواقف إطلاق النار وكانت دايما تقول أنها تتمنى الرواية الإسرائيلية وتتمنى السردية الإسرائيلية في المقابل على استحياء ومحاولة زر الرماد في العيون واستعاب الضغوط ومحاولة تجميل صورتها بمساحيق يعني زائفة ستتكلم عن بعض الإنساني وتخلي المساعدات وأنها يعني مع وسطات لكن على أرض الواقع تستمر في دعم إسرائيل حتى في محكمة العدل الدولية أيضا أدانة المحكمة وبعدا أصدرت المحكمة قرارات مجرد تطالب إسرائيل باتخاذ إجراءات احترازية لمانع جرامي لبادرة الجمعية قامت بيه قطع التمول على الأنروا وعقباتها وسياسة الإنسانية وهذا أيضا نقطة سوداء في التاريخ الغرب وفي الجانب الأمريكي عندما قامت محكمة الجانيات الدولية ومجرد بس انتجرأ المدعي العام كريم خان وطلب المحكمة بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتانياو هذا وزير دفاع جالنت الذين ارتكبوا جرائم حرب واضحة العالم كله راهب الصوت يعني لم نعود في حاجة الجانب تحقيق عشان تبحث عن جرائم الحرب كما كان يحدث في حروب السابقة الآن العالم كله يشاهد بالصوت والصورة ما يحدث من جرائم من هدم البيوت على القطنية ومع ذلك انتفضت أمريكا وغضب الكنيس الأمريكي وإدارة وفرضوا عقوباتها على محكمة الجانيات الدولية ماذا يعني هذا؟ خطورة الموقف الأمريكي من أمرين الأمر الأول أنه بيشجح حكومة الاحتلال الإسرائيلية على مضوع قدما في تعنتها وفي جرائمها طالما أنها بمنع عن الحساب وعن العقاب طالما أنها لاحل يحاسبها ويرضعها فبالتالي تستمر في القط هذا القط المنهاج الخطورة الثانية أيضا هو أن أمريكا بتقدر أي فرص تحقيق الاستقراض والسلام في الشرق الأرص رغم أن أمريكا ترفع شعارات حل الدولتين وجاء الرئيس بايدن في بداية حكمه واستبشرنا كل نوع التحدث عن حال الدولتين وعادة بعض المساعدات للسلطة الفلسطينية والأونروا وعادة مكتب منظمة التحرير لكن سرعانا ما كانت كلها تغيرات شكلية فقط لم يرجع العاصمة السفرة الأمريكية من الكدس التي تلق بها كما ترامل لكن عمليا أمريكا هي من شجعت إسرائيل حتى الآن بعد بدور ثمانية أشهر ودخلنا الشهر التاسع على الاستمرار في هذه الحرب وتعنت إسرائيل عدم تنفيذ القرارات الدولية أو حتى تضرب إسرائيل بعرض الحار وبالتالي لكن مع ذلك جرائم إسرائيل لن تسكت بالتقادم هناك توصيق لهذه الجرائم الإعلام العربي والمصر والأردني يمثل وصيقة شاملة لهذه الجرائم التي كلها جرائم حرب وفقا لاتفاكات جينيف وجرائم البادة الجماعية وكل القانون الدولي سيئات الوقت اللازم تحاسب فيه إسرائيل وتحاسب فيه مسؤولية السياسين والعسكريين واعتقد أن إسرائيل الآن أصبحت في قفص العدلة الدولية سواء في محكمة العدل أو في الجنائية الدولية والنقطة المهمة أيضا بعد هذه الشهور السيمانية هو في المقابلة دور المصر والدور العربي الذي كان صمام الأمان للقضية الفلسطينية في إجهاض مخططات إسرائيل في دعم الفلسطينيين الإنسانية في القمة والمؤتمرات يعني رأينا في القهرة كانت أكثر من محطة من قمة القهرة للسلام والتي وضعت القضاء الفلسطينية على قلب الأجندة الدولية وحشدت الأمور القهرة والأردن لم يكن يمر يوم إلا هناك زعيم مؤتمرات ثم إلى الأردن هناك تحركات هذا بيعني الدبلوماسية العربية التي أولا أكدت على سوابة القضاء الفلسطينية إجهاض مخططات إسرائيل كشف ما تكون بإسرائيل من جرام حرب حقيقية وجرام ضد المجتمع الدولي وكان من سمار أو نتاج هذا التحرك العربي المصري الأردني هو تغير المواقف الدولية تغير المواقف الرأي العامي العالمي اسمحي لي أستاذ دكتور أحمد أن أتحدث عن دور فعلا وكان هناك تأثير للدور المصري والأردني في هذا الموضوع والدليل على ذلك بأن كثير من الدول الآن مؤخرا اعترفت في دولة فلسطين نتحدث عن موقف إيرلندا نتحدث عن إسبانيا نتحدث عن النرويج هناك في طريقها أيضا لأخذ خطوة واعتراف إسلوفينيا في هذا الموضوع هل تعتقد بأن الاتجاه والاستدارة أنا أسميها الاستدارة في الموقف الغربي والاعتراف بدولة فلسطين من تلك الدول وسيلحقها أيضا إن شاء الله دول أخرى هل تأبه أمريكا في هذا الموضوع؟ أنا في اعتقدي طبعا أمريكا الآن وإسرائيل سوءها هذا الاعتراف الدولي لماذا؟ لأن قلب السحر على الساحر إسرائيل كانت تحاول مع أمريكا تحاول تقدم سردية مزيئة أنها تدفع عن نفسها أنها تحمي أمن إسرائيل أنها ما تسمى تواجهتها دات إرهابية لأن كل هذا انكشف أمام دماء الأطفال الصغار ودماء النساء وهذا يعني الجرامل التي كان العالم يراها بصوت والصورة نقلها الإعلام المصري والإعلام الأردني أيضا بحقائق واضحة أمام الرأي العام الغربي وبالتالي التحاولات والاستدارة كما تقولين في المواقف الغربي هي النتاج أيضا لضغوط الرأي العام داخل هذه الدول لأن أيضا يعني شاف رأو الصورة الحقيقية إنما يحدث لذلك كما تقول إسرائيل وإنما هي جرائم قتل تستخدم يعني إسرائيل لم تستهدف كما تقول حماس ولكنها استهدفت الفلسطينيين قتلت النساء والأطفال دمرت القطاع بغزة بكل أنواع الأسلحة المحظولة دولية وبالتالي كانت الآن كلما أمانت إسرائيل في القتل كلما زادت تعاطف الدولة مع الفلسطينيين يعني بعد تمانات أشهر ما هو الحصاد إسرائيل دولة منبوزة معزولة دولية كانت تتكلم عن الجيش الأكثر أخلاقا ولكنه الجيش الأكثر سوءا في العالم ما هو الشرف عندما تستخدم طائرات F-16 وهذا القتل الجامعة تقالت النساء والأطفال أي شرف وأي أخلاق هذا الأمر السنة عندما تمنع الغذاء والدواء وتدمر المستشفيات والمدارس وتدمر حتى استهدف المنظمات الدولية منظمات الإغاثة والمضبخ المركدي والحق التزويع بكل استهدفة إسرائيل أصبحت الآن في نظر المجتمع الدولة متمردة يعني ما كانت تكون بإسرائيل عمدار عقود فإنها تحاول تجمل صورتها أنها دولة دموقراطية حضرية تعيش وسط منطقة من التهديدات وأنهم يعني كل هذا انكشف وتقصر أمام هذه ما يحدث في قطاع غز هل تعتقد بأنه جميع ما قلته يعني هل تعتقد بأن هناك دول أخرى بعد هذا الكشف الزيف والتضليل الغربي وما تقوم به إسرائيل هل تعتقد بأنه سيكون هناك مزيد من الدول الغربية التي ستعترف بدولة فلسطين أولاً لأن هناك ما يقارب 140 دولة في العالم تعترف به الجانب الدول الفلسطينية هناك 11 دولة أوروبية يعني الآن أصبحها الآن بعد أربعة دول أخيرة ينقارب النصف الدول الأوروبية يعني تعترف دلالة ومغزة لاعتراف الأوروبي الأخير سبب من أسبانيا وإيرلانيا ونرويجا وسيلوفينيا دلته أنه بيعكس حتى المشكلة كانت في القطة الأوروبية يعني كتلة الأسوية والأفريقية والأمريكة الأتانية هي بالفعل متضامنة مع الجانب الفلسطين ومع الجانب العربي ومع الشراعات الدولية والقرارات لكن المشكلة في الغرب كان متبني إسرائيل عندما رأوا حجم الجرائم وأنهم متضررين أصلاً من هذا العدوان للإسرائيل حتى بمنطق السياسي ومنطق المصلحة يعني بعد تهديدات الملاح الدولية أوروبا تضررت من هذا الأمر وبدأت حدثنا الآن عن ضرورة وقف العدوان كانت لا تتكلمون عن وقف ده من إطلاق النار الآن يتكلمون عن وقف ده من إطلاق النار وقف العدوان والحادث عن حل السياسي وهي المقربة المصرية الشاملة في متعلق بحل هذا الصراع وبالتالي مغز هذا الأمر أن الدول التي كانت حليفة لإسرائيل الأوروبيين والذين يعني جاءوا وتوافدوا في 7 أكتوبر وبعدها لدعم إسرائيل كلهم تغرط مواقفهم بعد أن رأوا حجم هذه الجرائم وأن ما يحدث ليس الدفاع على النفس وقتل جماعي هذا يمثل الأهمية في اعتقاد الرسالة بأن إسرائيل أصبحت معزولة ثم الرسالة الأهم هو الجانب الأمريك أن أمريكا أيضا أن الأوروبيين وجدوا أن إنجرارهم أو تمهيهم أو يعني السير خلف أمريكا أضر بهم بصرطهم يعني أوروبا دائما ترفع شعارة التنوير وحقوق الإنسان والمعروف هذا طريق أوروبي يعني على الأقل الزهرية وجد أنفسهم أنهم في ماذق حقيقي كيف سيبررون هذه الجرائم الجامعية وقتل النساء والأطفال بدأوا يتعدون على الجانب الأمريكي بدأوا يتحدثون عن فعلا ضرورة وقف هذه الأدوان عن الاعتراب من حق الفلسطينيين كدولة كبقية شعوب الأرض يعني يعيشوا على الإنسانية يعني العالم يشهد مقتل الإنسانية إنسانية لكن دائما علينا دائما يعني ولكن دائما ولأسف نقول ولكن لماذا نتمنى أن يترجم الغرب والدول الأوروبي هذا التغير إلى الضغوط حقيقية على الجانب الإسرائيلي يعني الأوروبيل دائما أوراق داخل فإنسانية هنا وإحنا بنتكلم على الضغوط هل قدر أقول أنه محكمة الجنايات الدولية تقدم المدعي العام بطلب مذكرة توقيف لوزير الحكومة الإسرائيلية ووزير دفاعه وأعتقد أن محكمة العدل الدولية يعني تقيم يعني صفعة جديدة على وجه إسرائيل بأنه يعني وقف لإطلاق النار وإمكانية دخول لجنة لتقصي الحقائق هل سينجحون في أي شيء يعني نحن كمان نستعجب كم درسنا في الإعلام وفي السياسة قيمة محكمة العدل ومحكمة الجنايات الدولية ونزاهتها واليوم نحن أمام موقف نحتاج أن نرى هل هذه الأشياء مجرد أشياء أممية على الورق ولا تقدم للدول أو أي شيء لأن النتيجة الحقيقة حتى الآن صفر في الواقع شافكي أنت لمست الجرح بالفعل يعني كنا ندرس في العلام السياسية من نظام الدولي والمنظمات الدولية ونظمة العادل ومنظمة العفو الدولية ومنظمة يوم الرئيس ووج وأنها منظمات تدافع عن حقوق الإنسان لإنسان كإنسان دون اختلاف بغض النظر عن عرقه أو لغة لا تدافع عن الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وجدنا أن حارج المنظومة وجدنا المقصود بالإنسان للأسف هو الإنسان الغربي فقط ما دون ذلك ليس له أي حقوق أو كذا حتى الأكرانية عشان هو جزء من المنظومة الغربية انتفضوا وتكلموا عن حقوق الإنسان أما الفلسطينية أو غيره وغيرنا في أفريقيا وفي أسيا ليس له أي اعتبار خلينا أعود لي سؤالي هذا التوقيف ومع الاعترافات اللي تحدثت عنها لأنا يعني نحن فيه كماشة نحاول يعني أن نضع إسرائيل أمام يعني أي شيء نقدر ناخد به ورقة ضغط على إسرائيل هل ينجح هذه المرة وبالفعل هناك كماشة ليس فقط على إسرائيل ولكن على أمريكا أيضا لأن أمريكا تدعم عندما تكلم عن إسرائيل تكلم عن أمريكا لأن أمريكا تدعم إسرائيل وأمريكا تقف أمام المجتمع الدولي يعني تعاقب محكمة الجنات الدولية وترفض محكمة العدل الدولي وبالتالي هنا أصبحت أمريكا أيضا في عزلة في مواجهة المجتمع الدولي كل لكن على الأقل هذه التغطورات مهمة أولا إسرائيل أصبحت في قفص العديلة الدولية لأول مرة إسرائيل بعد حصان العقود الآن مسؤوليها مجرمة حرب نتانياه وجلند ومطلوبين العدالة الدولية إسرائيل الآن صورتها انهارت تماما أمام الرأي العام الغربي والشعوب الغربية وانكشف القناعة الحقيقة عن دولة الاحتلال كل هذه تمثل همية زادت تعاطف الدولي مع الجانب الفلسطيني وبالتالي هذه الخطوات مهمة أنا في اعتقادي ما بعد حرب غزة لن تكون ما قبلها بمعنى أن هذه لأول مرة سنجد أن هناك هذا التعاطف الدولي والاعتراف الدولي والتحرك على مستوى المحكمة العدل والجانيات الدولية هذا كله انتصار للشعب الفلسطيني وصمود دماء الفلسطينيين من النساء والأطفال لن تذهب سودا حتى وإن استمرت إسرائيل في قتلها حتى وإن لم تأتي هذه الأضغوط بنتائج فورية لأن الإشكالات أمن في الجانب الأمريكي إسرائيل لا يهمها محكمة العدل ولا الجانيات الدولية ولا حتى الجانب الأوروبي ولا الأمم المتحدة كل ما ههمها أمريكا لأن أمريكا بتعطيها المساعدات العسكرية وأمريكا حتى الآن هي متمهية مع الجانب الإسرائيلي فقط اختلاف تكتيكي اختلاف فقط في تبادل الأدوار يعني لكن على المستوى الواقعي هناك اتفاق في كل شيء وبالتالي هي في النهاية مكاسب فلسطينية هناك إسرائيل خسرت أخلاقيا خسرت على كل مستويات كلما معانت في القتل كلما كان هذا يعني تعطفا دوليا مع الفلسطينيين وأنا في اعتقالي الدولة الفلسطينية قادمة للمحالة والاحتلال في زوال حتما لأن هذا درس التاريخ وأن إسرائيل ستحاكم ومسؤولات سيحكمون عن هذه الجرائم الموثقة بالصوت والصورة في قطاع غزة وأن أمريكا حتى وإن استمرت لا يمكن أن تظل في مواجهة كل هذا المجتمع الدولي خاصة الكتلة المهمة الغربية الأوروبية التي كانت حليفة لها في دعم إسرائيل الآن تخلت عنها وابتعدت عنها وعن إسرائيل وإصبحت متعاطفة مع الجانب الفلسطيني الفلسطيني قدموا سامنا ضهزا حقيقة وأقل مقابل له سامنا له مقابل هذه الدمال الطاهرة هو أن يكون لهم دولة مستقلة طبقية شعوب الأرض وأن يحاسب من قام بهذه الجرائم دكتور أحمد لأن قالت شافكي في باية تحدث بأنه إحنا طول عمرنا في الإعلام نتحدث عن العدالة الدولية ونتحدث عن المحكمة الدولية وكنا دائما مصرين بأنها حيادية في هذا الموضوع لأنها تتبع القانون والإنسانية لكن أعتقد بعد ما حدث في غزة على كل أستاذ يدرس القانون أن يبدأ محاضراته فيما جرى في غزة بأن هذا القانون الدولي والعدالة الدولية لا تمثل الواقع بأي صلة وهنا أتحدث أيضا فيما يتعلق بالضغوطات على إسرائيل وأمريكا جزء من تلك الضغوطات هي حتى داخل الكيان الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية هناك انقسامات ومشاكل منذ البداية مؤخرا مجلس الحرب كان فيه استقالات يعني استقالوا شخصين من وزراءهم في مجلس الحرب هل هذه الاستقالات سأيضا تشكل ضغوطات وانقسامات على إسرائيل؟ أو بمعنى آخر من خرجوا من هذا المجلس؟ هل سينجوا من المحاكمة؟ أنا في اعتقادي لنا هذه الاستقالات بين جادسو وإزنكوت وغيرهم من مجلس الحرب الإسرائيلي هو بيعكس المأذق الكبير الذي تعيشه حكومة نتانياهو والمأذق أيضا الذي تعيشه دولة إسرائيل لماذا؟ يعني كما يقول أليسا منكم رجل رشيد الآن هناك قناعة لدى مدى القطاع في إسرائيل أن هذه حكومة الحرب المضطرفة نتانياهو بن غفير واسمو توريتش يقضون إسرائيل إلى الهاوية هم يعجلون بزوال إسرائيل لأنه لا يمكن بسياسة القتل الجماعي وإشعال الحرائق لا يمكن أن تحقق الأمن للمواطن إسرائيل أنت جربت هذا القتل والعدوان على مدار عقود ولم تحقق في نهاية المطاف كانت سبع أكتوبر كاشفة إلى شاشة هذا النظرية أن سياسة الأمر الواقع والقاتل لم تحقق الأمن السياج الحقيقي الذي يحقق الأمن للمواطن الإسرائيلي وأنت عيشها كدولة طبيعية في المنطقة هو السلام العادل والدائم بإقامة حكومة المشروعة دولة مستقلة كبقية شعوب الأرض وبالتالي هناك الآن بدأ يدرك أن نتانياهو يقود الحرب بالأسباب باعتبارات شخصية اعتبارات سياسية للاستمرار لأنه جاء من تهم الفساد والمحاكمات المنتظرة له والمحاكمة وفشل في سبع أكتوبر هناك أيضا حتى داخل الجيش الإسرائيل هناك قناعة صورة إسرائيل دولية ننهارت تماما يعني إسرائيل كانت دولة منبوزة دولة قتلة دولة متمردة كانت تقدم نفسها كدولة حضرية وكل هذه الأمور انكشفت تماما وبالتالي هذه المقصمات بتاعكس حجم الأزم لكن أيضا علينا أن نتعامل معها بغضو نوع من الحذر بمعنى كل الإسرائيليين هم متفقين في الأهداف ليسوا مختلفين وهو خلاف فقط في الأدوات هم يرون أن ما تكون بحكومة الحرب بدون رؤية بعد سميات أشهر وهذه الخسائر هناك خسائر إسرائيلية كثيرة يعني ممتفقين على الهدف لكن مختلفين على الوسيلة يعني هم متفقين ضد دولة فلسطينية معظمهم يعني لا يهدوا أمر ومتفقين على القضاء على المقاومة الفصلة الفلسطينية ولكن بعد سميات أشهر هناك الأدوات مختلفة يعني هو يريد رؤية للحرب يعني حتى عندما على سبيل المثال أؤكد هذا الكلام عندما طرح قدم بدأ الغرب تكلم على اعتراض بدولة فلسطينية من جانب واحد قد ومشروع قرار في الكنيسة الإسرائيلي وافق عليه أولا أول واحد وافق عليه هو إير لبيد زي عام المعرض الإسرائيلي أنه لا يمكن القبول بدولة فلسطينية وبالتالي هناك أهداف إسرائيلية هذه المشكلة هناك المزاج الإسرائيلي المزاج المتطرف خليني هنا أسأل يعني بعد هذه الاستقالات التي تحدثت عفو عنها لنا هذه الاستقالات هل هذه الاستقالات ستجعل نتانياهو يتجه أكثر إلى إطار بن غفير وإلى سوموريتش في الحكومة المتطرفة أم هو حيجبرهم أو حيجبر على الموجات هيواجه أكثر أنا في اعتقادي يعني تركيبة نتانياهو المراغغة ويعني التحايل بأيمن هو كل همه الحفاظ على التلاف الحكوم هو لديه التلاف حكومي من 64 صوتا داخل كنسة إسرائيل تشكيل الحكوم طبعا عامته الأسية حزب سموتريتش وحزب بن غفير سواء عظمة إسرائيل أو الصهينية الدينية لكل الاتنين وبالتالي حتى انسحاب بين جانس أو دين كود هو لن يؤثر على انهيار الحكوم كل ما يهمه الحفاظ على هذه الحكوم الأمر الثاني المزاج اليميني التانياهو يتوافق مع المزاج اليميني المتشد المتطرف لكل من سموتريتش ومن غفير هم لديه رؤية هم لديهم هدف هو القضاء على الدولة الفلسطينية القضاء منع عقامة الدولة الفلسطينية القضاء على الفلسطينيين هل ده يعطي له فرصة أكتر أنه مزيد من التطرف أكتر بالفعل أنا في اعتقادي هذا أنا هذا اعتقادي هذا خاصة أن المعرض الإسرائيلي حتى الآن لم تمثل بديل قوي لهذه الحكومة يعني هو ده على المتخبات مبكرة لكن هو يحافظ على التلاف الحكومة ممكن يلاقي بين غفير واسموتريتش موجودين في حكومة الحرب الحالية؟ يعني قد يكون هناك صيغة أخرى بمعنى أن يحل مجلس الحرب الحالي ويكتفي بإدارة عسكرية هو جلنت أو رئيس الأركان يعني هو يخشى أيضا موجود بين غفير واسموتريتش في مجلس الحرب سيقلب عليه الضغوط الدولي لأنه طبعا هؤلاء متطرفين في صرحتهم هو يستخدامهم كأداة فقط لكن لا يريد أن يصدروا المشهد هو يعني يقول أنه متعرض لضغوط لكن أنا فيعتقد أن يتعنيه شخصية يعني مراوغة بالفعل هو ليس هذه حقيقية في وقف الحرب إلا بالقضاء على الجانب الفلسطيني السؤال اللي بيطرحه الشارع العربي وأنا أريد أن أطرح هذا السؤال بفكر المواطن العربي البسيط البعيد عن السياسة ماذا تريد إسرائيل وأمريكا من غزة بالتحديد هي إلى هذه الفترة يعني لم تجلس على طاولة المفاوضات وهذا يضحط ما تقوله إسرائيل بأنه قضية الأسرة وقصص الأسرة وما إلى ذلك لماذا غزة؟ ماذا تريد من غزة؟ ما هي المصالح والأهداف التي تسعى من ورائها من غزة بالتحديد؟ هذا السؤال مهم لنا حقيقة لماذا؟ لماذا؟ يعني السؤال المنطقي لماذا هذا التدمير على مدار ثمانية أشهر في قطاع غزة؟ لماذا الإصرار على تاجير الفلسطينيين من سكان قطاع غزة؟ لماذا أمريكا تقويم رصيف بحري في غزة؟ لماذا هذا التواجد والموقف الأمريكي؟ هذا يعني أن هناك أهداف حقيقية يعني البحث معلنة لاستسرية إسرائيلية وأمريكية أولا منحة سياسية تصفيد غزة واخرجها من المعدلة الفلسطينية يعني تحولها المسالة الإنسانية ما يبقاش فيه قطاع يعني ليش فيه جزء ده؟ على الأقل تغيير التركيبة الدموغرافية في غزة يعني التعداد التاريخي قبل حرب 7 أكتوبر عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية إسرائيل وعرض الفلسطينية بيزيد يعني عاية دهود بـ 200 ألف ناس هناك مخطط لتقليل هذا العدد لصالح اليهود لأنها الأغلبية فلسطينية وبالتالي جزء منها تصفية جزء من غزة هجرة قصرا أو طار هذا هدف أساسي من غزة وهذا فاسي بطولة الحرب هناك أهدف خاصة بمعنى أقام الدول الفلسطينية بمعنى أخرى غزة وثم انتقال إلى الضف وتقطاع وصلها بالاستطان واستبعاد القدس وبالتالي تصبح الفلسطين مجرد فقطة بصلاح نسانية هي أصلاً الضفة تم تصفيتها يعني عندما ننظر للخريطة فنحن لا نرى فلسطين 70% معابر واللي بيسكن في رامالله علشان يوصل لحد الخليل طول الوقت في مستوطنات إسرائيلية يمكن شافكي هذا شاهدنا لما رحنا لخليل لما زرنا الخليل لما انطلقنا من رامالله لجنين يعني معابر معابر انت ساعتين طول الوقت لا ترى إلا مستوطنات على وبالفعل يعني فلسطين الآن متبكى من فلسطين التاريخية 17% حتى هذا لا يمكن يعني أصبحت يعني غير قابلة للحياة لأن تقطع الأوصال كما أنت في رامالله والمستوطنات بتلهم كل يوم غاز 30% من ساعة الضفة أصبحت مستوطنات هناك قرب مليون مستوطنات ثم الهدف الثالث أيضاً في متعلق بغازة لماذا غازة؟ هو هدف اقتصادي مصلح يعني غازة أمام غازة سرواطة إلى يعني الغاز والنفط وبالتالي إسرائيل ومن ورحة أمريكا تريد وطعها على هذه السرواط وبالتالي كل هذا يفسر لماذا هذا الحجد والكم العسكري وقتل مدنيين عزة الأبرياء في غازة هل هدف فقط حماس والفصائل؟ لا أعتقد الهدف أكبر الهدف هو قضاء على الفلسطينيين هو إنهاء سياسياً من هالمسألة الفلسطينية هو اعتمام بالسرواط هو يعني غازة كانت دائماً في التاريخ رمز الصمود الفلسطيني وهذا الإمعال وهذا الحجز الأمريكي لإسرائيل دكتور أحمد سيد أحمد وحضرتك الخبير في العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية كل الشكر لحضرتك على هذا التوضيح إن شاء الله لنا لقاءات أخرى نتحدث أنها فعلاً التعافئة السريعة لغزة إن شاء الله شكراً لتواجه لك معنا شكراً مشاهدينا وصلنا إحنا وإياكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم يمكن لما نتحدث عن غزة يكفي أن ما حدث في غزة جعل الإسرائيلي يخجل من جنسيته الإسرائيلية أينما حل وأينما كان وأينما يسافر وأما بالنسبة لأمريكا فالمستفيد من الباطل كيف له أن يقف مع الحق إلى هنا ننهي حلقتنا من برنامج بيت لألكل إلى اللقاء